ازايكم عملنا من فترة قصيرة حلقة اسمها ليه كندا هي افضل دولة في العالم 2021 الحلقة دي كانت بتتكلم عن تقرير الورلد ريبورت كان بيقول ان كندا اتفوقت على 78 بلد وبقت في المركز الاول ناس كتير جدا من اللي شافوا فيديو عايشين في كندا واعترضوا في التعليقات قالوا مثلا كندا مين دي يا كابتن انا بصص من الشباك عشان اتأكد انك بتتكلم عن كندا اللي احنا عارفينها هو اكيد بيتكلم عن كندا تانية غير اللي احنا نعرفها او مثلا الكلام مبالغ فيه جدا او مثلا تعالوا نشوف كندا من وجهة النظر التانية من وجهة نظر الناس اللي عادين هناك والدائقوا من الحلقة دي نشوف النهاردة عيوب كندا ونشوف وجهة نظر الناس اللي عايشين هناك الجاو مثلا الجاو في الشتا في كندا صعب جدا جدا برد قوي وبيبقى دايما مغيم واوقات كتير جدا ما بيقدروش يتوقعوا في الشتا مثلا بيبقى التلج مغطي كل حتة التلج دا بيبقى كتير لدرجة ان هو بيسد بباني ببيت فبيضطروا كل شوية ان هما يخرجوا يقعدوا بقى يشيلوا التلج دا وبعدين يقفلوا بباب ويستنوا شوية وهكذا في مناطق بتوصل لدرجة الحرارة فيها لسالب 30 وسالب 40 المناطق الحنينة الحلوة بقى اللي هو الجاو اللطيف بيبقى سالب 16 فموضوع ما بيبقاش باللطافة بتاعت اللي هو ايه هنروح بقى نلعب في التلج وهنبسط وكده لا دا برد كارس وكاسي وكل حاجة وده طبعا بيأثر على نفسية الناس يعني في ناس كتير مبتقدرش تستحمل ان هي متشوفش الشمس والناس مبتقدرش تعيش حياتها اليهومية بشكل طبيعي وفيه كينديين كتير بيسيبوا البلد عشان هما لو يقدروا يعني يشتغلوا من بره اااا ريموت لي بقى ولا فري لانسنج ويسيبوا البلد خالص يشوف له بقى بلد دافية وجميلة التاني عيب من العيوب ان هو التعليم غالي جدا انا قصدي هنا التعليم الجماعي مع اي انه ارخص من امريكا بس بالمقارنة ببقية دول العالم هو اغلب كتير التكلفة في المتوسط 7000 دولار كندي في السنة فيه اغلى من 7000 طبعا زي مثلا الطب والمحامات ايجار بيوت غالي جدا لو نويين تعيشوا في فانكوفر او تورونتو فمتوسط الشوء الوان بيدروم بس 2000 دولار كندي في الشهر فيه بقى اعلى طبعا لو عايزين قواد اكتر ومش الاجار بس الغالي تكلفة المعيشة كلها غالية المصاريف بقى زي الفواتير الكهرباء الغاز البنزين لو عايزين تاكلوا بره كل حاجة غالية وده هيودينا لمشكلة تانية وهي الدرايب مفيش حاجة مش عليها درايب حتى لو كانتو بره هتدفعه 15% تيبس او بقشيش يعني طبعا الدرايب اللي انت بتدفعها دي فيه مقابلها بقى خدمات امان نظام صحي هنرجع بقى لموضوع النظام الصحي ده كمان شوية تعليم لاطفالك لانه مجاني بس الدرايب دي بتزيد كل ما بتكسب اكتر وده شيء منطق كبير لو مرتبك قليل هتدفع قليل لو مرتبك كبير هتدفع كتير لو مثلا حد هناك بيشتغل فريلانس استنوا عطس لو مثلا حد بيشتغل فريلانسر فهو بيدفع درايب قليلة قوي ومقابل خدمات قليلة قوي برضه لو مرتبك كبير احتمال الدرايب توصل ل34% لو عندك بزنس ممكن الدرايب بتاعتك توصل ل50% فيه مشكلة كمان في كندا وهي مواصلات لو مش عايشين في تورونتو مفيش اي بديل غير ان يبقى عندوك عربية المواصلات ما ينفعش حد يعتمد عليها بره تورونتو يعني مثلا بهم برضه مش هتبقى درجة الحرارة بره سلب 20 وهتقف تستنى الأوتوبيس لو مثلا حد من العايشين في كندا خطر في باله كده ان هو يخرج ويتفسح ويستكشف كندا هيلقي ان الموضوع مكلف جدا جدا طبعا هي بتبقى ساعات طويلة جدا سواقة فبالتالي بنزين هيتكلف كتير ولو حد فكر ان هو مثلا ياخد طيران داخلي من مكان لمكان الطيران داخلي في كندا بيتكلف اكتر من الطيران الخارجي يعني لو هتسافر جوه كندا هيبقى اغلى من بره كندا ففي الاخر الناس بتفكر وتقول طب ما نطلع بره كندا اصلا تعالوا بقى اكلمكم عن النظام الصحي في كندا ده كان عليه مشكلة كبيرة في الكومنتات يعني النظام الصحي في كندا الميزة بتاعته ان هو مجاني ولو عندك تأمين صحي خاص طبع الشركة يعني او حاجة ده هيبقى بيغطي كل حاجة حتى المساش بس النظام الصحي بتاع الحكومة مش عاجب ناس كتير جدا عايشين هناك من ناحية مثلا الانتظار في الطوارئ بياخدوا حسب الاولوية فالناس بتستنى كتير جدا لو حد مثلا رايح عشان عنده مشكلة في القلب هيدخل بسرعة ممكن يعرفه الاول لو بتموت هيدخلوك لو مش بتموت استنى شوية في واحد تاني بيموت بس مثلا لو في كسر او في مثلا ارتجاج في المخ شكين فممكن تستنى ست ساعات ممكن يقولولك خد مسكن وتعالى الصبح بدري اوي عشان بس تلحق الدكتور من اوله حاجة كمان وحشة اوي ان الاسعاف مش ببلاش يعني انا عندي حاجة قاعد في البيت تصيب الاسعافي يقولولي هانشارجك كذا كذا او تعالى بعربيتك مثلا او تعالى في اوتوبيس خد تاكسي وتعالى ساعات الانتظار بتاعة الاطفال بتبقى اقل شوية ممكن ساعتين تلاتة كده بس لو في طفل عنده مشكلة خاصة بيقدر يدخل بسرعة جدا لو محتاج يروح في اي وقت هيقدر يدخل بسرعة في اي وقت لو عنده مشكلة خاصة يعني عنده مرض مزمن مثلا عنده حاجة المستشفى عارفة ان الطفل ده عنده مشكلة يعني مثلا لو في دي حاجة مش بتضحك بس مش قادر يعني يعني لو في طفل محتاج يروح المستشفى في اهله بياخده فممكن يدخل المدرسة قبل ما يدخل الدكتور عيب من العيوب اللي ممكن الناس ما تبقاش متخيلة ان هو عيب كبير يعني بس انا بالنسبة لنا عيب كبير هو فرق التوقيت الكبير بينها وبين مصر والدول العربية لو حد عربي عايش هناك يعني الفرق تقريبا في حدود يعني مثلا لو ترونتو هيبقى فرق مثلا 6 ساعة فيه ناس كتير بيبقى عندها صعوبة في التواصل مع اهلها عشان فرق التوقيت ده اللي هو طب احنا نزبطها ازاي مشابه وكمان لو بقى بيشتغل فريلانس مع اي شركة مثلا في مصر او في دول خليج مثلا انت هيبقى تقعد بقى تحسيبها وبتاع لو عندك ميتنج حوار يعني وده هيودينا الحتة تانية هي البعد البعد ما بين مثلا مصر و ترونتو مثلا فيه 11 ساعة طيران وده دايريكت مفيش اي ستوبس بس لو فيه ترونزيت هتبقى اكتر من كده كمان بكتير ومشكلة مش بس الوقت كمان الفلوس وكمان المجهود لو يوم الصفر ده بيبقى خلاص لو حب يموت حاجة كمان من اللي انا لقيت ان الناس اللي عايشين في كندا بتكلموا عنها هي ان الكنديين منطويين شوية ومش بيصاحبوا ومش بيتعرفوا على ناس بسهولة زي المصريين وبقية العرب وده طبعا حاجة تدايق و تخلي الواحد مش عارف يندمج مع المجتمع بشكل سهل يعني كمان بقى زود على كده موضوع الجو الوحش الواحد ميخرجش كتير وان الجو مغيم على طول ومفيش صحاب فحاجة وحش بس هم كمان مؤدبين زيادة عن لزوم فوقات تحسوا ان هي ان الناس دي فيك فانتم ما بتبقوش عارفين هو بجد لطيف ولا بيعمل كده هل بيحبيني بيكرهني انا مش فاهم حاجة عشان هم على طول مكتسمين وفيك عاملين زي اليابانيين لو تفتكروا حلقة اليابان اللي عملناها والناس من هناك تكلمت عن الموضوع ده العيب اللي بعد كده هو ان الحشيش في كندا قانوني ممكن تطلبوه اونلاين من الويب سايد بتاع الحكومة اللي بتبيعوه في ناس ممكن تقول دي حاجة خطر جدا وممكن الناس تدمن بسببه فده في ناس كتير بتعتبروا عيب من العيوب وفي ناس تقول لك لا مش عيب ولا حاجة عادي يعني فيه ناس كمان بتخاف على اطفالهم لو حد عنده مراهقين لحد عنده عيال في الجامعة فخاف عليهم وبتعمل حشيش فيه ناس بتقول اللي عايز يدمن حاجة هيدمنها حتى لو البلب مش مكنناه فيه ناس تاني بتقول لك ما عادي ما السجار بتتباع والكحول بيتباع فجات على ده يعني فيه مشكلة كمان في كندا هي ان المحلات بتقفل بدري اوي يعني درجة ان زمان كان محلات بتقفل بدري اوي كانوا مسمينها مدينة البط يعني الاول كان فيه محلات بتقفل الساعة 4 اربعة العصر وفيه محلات بتقفل الساعة 6 اوي مولاد بتقفل الساعة 6 دلوقتي يعني الموضوع الحمدلله اتطور شوي بقى فيه مناطق فيها محلات بتقفل الساعة 9 ده انجاز بس طبعا كل منطقة ممكن تلاقي فيها محل كده شغال 24 ساعة والصيدليات كمان بتقفل بدري بس في كل منطقة فيه صيدلية فتحة 24 ساعة عشان التوارب اخر نقطة النهاردة عايز اقولها لكم ان في كندا فيه حاجة فيه ناس بتشوفها عيب وفيه ناس بتشوفها ميزة هي ان في كندا لازم يبقى كلامكو politically correct يعني ماينفعش تقولوا حاجة ممكن تدايق اي فئة من المجتمع او اي عرق او اي حاجة ده طبعا عنصرية فاللي مش بياخد بالموضوع ده ممكن يتسبب له في مشكلة كبيرة وده عشان كندا مجتمع عايش فيه كل الاعراق وتقريبا كل الاديان فدي حاجة مهمة جدا عشان تقدروا تتعايشوا مع كل المجتمع ده بكل فئاته بقى ياريت اكون قلت او غطيت كل العيوب اللي موجودة في كندا اللي عايش في كندا وشايف فيه اي عيب انا ما قلتوش كمان ياريت تكتبوهونا في الكومنتيات عشان كلها نستفيد ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنونا في الحلقة الجامعة بسوهات موسيقى